واحد العادي زي ما قلتلكم مئة الف دولار صف الدرائب معاه تلت مساعدين المعد البدني هيخوف اسمه كابيلو رانجو جي رانجوجا معه مدارب مساعد رولاني موكيتا ومحرق اداء موسى ماتيلا هيبقى معاه زي ما قلتلكم سامي قمصان كان مدارب مساعد ومدارب حراس الماربع اللي هو مش نيامكم اللي هو كان في جهاز فيلر وهيرتفع راتبه من عشر تلاف دولار الى خمستاشر الف دولار حبا متقديرا فيه ولمسرته مع الناد الاهلي ولتقديره للناد الاهلي وللمستوى الرائع الذي وصل اليه محمد الشناوي اصعب حاجة في حارس ماربع زي محمد الشناوي انك انت يبقى الاهداء اللي هدروه عليك ندرة بس ممكن لأ ده خلاق في قمة تركيزه في قمة فوقانه ونم قدرات محمد الشناوي في التصدي الى ضربات الجزاء وده جزئية ما كانتش عند محمد الشناوي اصبح الان عن صقل وعكورة وماشاء الله تبارك الله طيب قلنا العقد المسلمين قلنا انه هو دلوقتي منازل صورة تحدي جديد وشكله في المطار ولا ولا في كافيت هو يوصل بكرة الخميس يقول تدريب الجمعة زي ما قلتلكوا قبل كده خطة الناد الاهلي وجابوه ليه جابوه انه هو الاكسر معرفة مالكورة الافريقية عارف الناد الاهلي وحافظه حافظ الفرق اللي اتلعب الناد الاهلي مدرب جف عنده كارزما جمهور بيحبه جمهور بيحبه جمهور الناد الاهلي بيحبه انا في رأيي وبقولها النهاردة التوفيق من الله سعاد عنا اح afford동ه احسن من مية من اللي كان اسمامها الثاني مطروحه احسن من مية من اسمامة الثانية اللي كانت مطروحة وخرجت لكن السماء اللي كانت في السماء زي مدرب لايبز يزيدا ولا التاني روجرش ميته كويس وتيم كات كان كويس. لكن مش توقيته. التوقيت النهاردة محتاج حد عارف القرى الافريقية. عشان كده كان الاستعاد عن محمد يوسف بموسيمان. محمد يوسف مدرب كويس جدا وانسان اخلاق جدا وصاحب صاحبه وجدعه ورجل وكل حاجة. لكن محمد يوسف فقى النهاردة الرجل قال لك انا جاي بجهاز. لا عاوز محمد يوسف ولا عدل عبر رحمن ولا علاء ما يهمه. ما حدش يدر عليها. دي الاسامة التلاتة اللي كانت مطروحة. وان كان يعني انا عندي كلام ان التلاتة دول ممكن يبقوا لهم دور في قطاع الكرة في النادل اهل. ممكن يبقى لهم دور في قطاع الكرة في النادل اهل. لان ما ينفعش يبقى عندك كفاءات وتبقى بعيدة. لازم تستغل كل الناس. ولازم وعندك كابتن محمود صالح وعندك ناس كتير مش هطلع لجيل الكابتن الخطيب. بس انا قصد الجيل ده وما بعده لازم يتملق. عندك عماد متعب لازم تستفيد منه. ولازم تبدأ تعده ككادر اداري. مش لازم حسان غالي هو اللي ييجي وكده. عندك عماد متعب. كادر محترم. وبركات كادر محترم لكنه في منتخب مصر الان. فامير توفيق يا مجاهز ده مع رجالته. الموضوع زي ما قلتلكم من ثلاثة ايام او اربعة ايام. قلتلكم تم ارسال العقود له. بعد مراجعتها. ودي كانت معلومة ان انا اطلع اقولها ده امار. بلعب امار. اقول لك تم ارسال العقود ورجعها امير توفيق وحنان الزين. والخطيب مقتنع بيه جدا. هل كان ورد ان الكابتن الخطيب يترجع عنه? في قطاع من اصحاب الكابتن الخطيب قالوله ده مش بريستيجي الاجه. الخطيب كان واقعيا في اختيار. لم يبحث عن البريستيج ولكنه اختار الافضل للنادي الاهلي في هذا التوقيت. اختار الافضل للنادي الاهلي في هذا التوقيت. ما بحث عن البريستيج قد ما بحث عن ان هو يعني ايه يبقى اه الواقع ايه? والافضل ايه النادي الاهلي? هل الافضل للنادي الاهلي ان ابحث عن البريستيج? ولا ابحث عن من يمكنه ان هو يقود الفرق وينجح مع الفرق وجمهور يحبه فكان الرجل الطيب ده فيحسن الخاطب ان هو مامشيش وراء جماعة البرستيج جماعة البرستيج كانت تبحث عن مدير فني اس علامي انا في رأيي ان الوقتعية افضل من العالمية مين اللي هيكسبك الرجل ده طب انت عمل بالوقت متفائل بالراجل ده رغم ان هو مع الوداد خصت خمس موطشات من تمانية ماشي وهكذا انت يعني انا معاه ان هو الاكثر دراية بلعب النادي الاهلي من اي مدرب اجنبي في العالم بعد فيلر ليه بيتابعهم ادر يكسبك خمسة في زلزال لنادي الاهلي زلزال تاريخي لنادي الاهلي ادر يكسبك خمسة طيب قلنا المساعدين قلنا كل حاجة قلنا اللي كانوا على علم بالصفقة فقط وما الخطيب محسن صالح زاكرية ناصر امير تو فيق حنان الزيني و مش هابو قالك الخطيب قاعد يفاوضه ويعملو ويساويلو الخطيب يوم السبت اللي فات لما بعت لسان داونز التهنئة بالفوس بالدوري والصور والحكاية والرفاية ماشي قلت خلاص قلت خلاص قلت خلاص الموضوع البيبو رايح هنا البيبو رايح على جنوب افريقيا ليه؟ كانت قيد عجوز فسيد نعمر الخطاب بيعني بيشوف احوال الرعية فقابلها فقال لها يا عجوز ما الدليل على وجود الله فقالت له سماواته ونزاته ابراج وارضه ونزاته فجاج وانهاره مش عارف ايه اوه قالا يكفي كل هذا على وجود العلي القدير فانت بتاخد القياس ايه اللي يخلي البيب ويفتكر سانداونز النهارة؟ دور يا معاطي ونجري ولا الموضوع يدور معاطي نجيب هذا الانفراد كرم ربنا وتوفيقه عايز اريدوك على حاجة انا معاها تنز زمله عتاولة في النادي الاه منهم محمد الدكر اللي هو رئيس تحرير برنامج الصقر أحمد حسن وعمر ربيع ياسين ورئيس تحرير برنامج السؤوس محمد شابان وأنا مربي محمد الدكر وصحفي هايل ونظيف وشريف ومكتهد وأنا بسنوه حمار شوك قال لي يا امكل هتلبس موسيمين قلت له ماشا يا محمد نتراهن انا وانت يسأل فلان يا محمد يسأل فلان يسأل عني انت بشاه فيه كله اول حاجة اقسم بالله اعضاء مجلس الادارة ما يعرفوا اعضاء مجلس الادارة كانوا بسألوا اجبت دي منين هو معقول هو كزا طب بتشعرف ايه طب انت بتتكلم الخطيب شخصيا طب بتشعرف ايه طب لانا ما بتكلمش الخطيب شخصيا وما بسألوا مش في حاجة واخرنا رسالة على الواطس وحت قطع رسال الواطس من فترة عن كل الناس ما تعرفش ايه اللي حصل كان ايه كده كل يوم يبعت لك رسالة زي محمد بيم صرحة كده واخرين يعني فقلتوله والله ما تكلمك كابتل خطيب طب مجلس دي يا سيدة قول معات الناس بتتكلم في سباليتي في ايطاليا من طريح للمسيماني قلتوله ارا احنا ممسيماني قال لطول عقود اتبعت تم ارسال العقود وتم مراجعتها ومعرفت طلبات الراجل والراجل من ضمن كلامه قال ما تحسبوش البطولة دي علي لكن هابزل فيها اقصى قلت ترجمة نانسي قنقر